المناكفات السياسية لا تغني ولا تقدم شيئاً للمواطن العراقي الذي يطالب بحكومة أغلبية وطنية من أجل المضيب العمل وإنجاز ما يتوجب لإنجاح التنمية في العراق الكتل السياسية في حال استمر اختلافها فأنه يعني دخول العملية السياسية في نفق ضيق ومظلم يجب على جميع الأحزاب السياسية في العراق التكاتف والتحاور والتشاور للوصول إلى نتيجة هي خدمة أبناء الشعب العراقي فأكيد هذه المناكفات وهذه السجالات لا تقدم أبناء الشعب العراقي انتظرنا أنه تكون العملية السياسية الجديدة عملية عقد سياسي جديد مثل ما كان يصرح به رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية الذهاب إلى المحاصصة السابق أكيد ما رح تختم العملية السياسية الذهاب إلى معارضة وحكومة خيار ديمقراطي ممكن أن تأسس لكن التأثيرات السابقة لا زالت تأثر على مجرية العمل نواب الإطار وبحسب سياستهم الداخلية يرون أن العراق لا يستطيع بناء حكومة أغلبية وطنية وأنه من الأفضل أن تكون الحكومة توافقية كما في سنوات السابقة وهو ما يتنافى وتطلعات الشارع العراقي الحكومة يجب أن تكون حكومة توافقية لأنه المناكفات والخلافات السياسية وجو البلد غير مهيئ أن تكون حكومة أغلبية ومعارضة ثقل الإطار ثقل كبير ويشعر بأنه هو فقط المستهدف بهذه التشكيلة يشعر بخلل كبير ويشعر باستهداف المحاصصة المقيتة لم يجني العراق منها إلا ما فيه دماره وتأخره في الميادين كافة مطالبات بتغيير الأسس السياسية وطريقة الحكم السابقة والتوجه نحو حكومة أغلبية وطنية تخدم المواطنة لا غيرا التحركات السياسية لحل الأزمة القائمة داخل البيت الشعيل ربما ستضفي تفاهمات جديدة من شأنها حل حالة الوضع الراهن وإخراج العملية السياسية من دوامة التجاذبات غير المتناغمة والتي على إثرها قد يحسم ملف تشكيل الحكومة في الأيام القريبة من داخل بناية مجلس النواب محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة